تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمدير الفني فلومينينسي وأيضاً لاعب الفريق كينو قبل مواجهة النادي الأهلي ونرجع نكمل كلامنا أعتقد أن الأمر المختلف في فلومينينسي أنه فريق يعمل بشكل منظم ونؤمن بأن قوة عملنا هي التي أوصلتنا إلى هنا وهذا شيء يقوله جميع اللاعبين والطاقم الفني أيضاً فهو عمل الشاق ونحن نحاول أن نبذل قصار جهدنا من أجل الوصول إلى هذا المستوى ولدينا حلم نسعى لتحقيقه والفريق هنا للعب الدور نصف النهائي وبعد ذلك سنستعد للمرحلة التالية الأهلي فريق منظم للغاية ولقد شاهدنا بالفعل سبع من مبارياته بما في ذلك أيضاً مباراته أمام الاتحاد السعودي كما شاهدنا أيضاً سبع مباريات للاتحاد والأهلي لديه أساس قوي للغاية وطريقة لعب رائعة للغاية وهو فريق يتمتع بشعبية كبيرة في مصر وقاعدة جماهيرية بخمة ولقد رأيت الملعب كيف كان منقسم فعلياً إلى قاعدتين جماهيريتين لذلك شاهدنا الكثير من مبارياتهم ولدينا احترام كبير لهم نعم نحب اللعب بالكرة وإذا أمكن نريد أن نقدم أداء رائعاً لكننا لسنا نسخة منهم على العكس من ذلك لدينا طريقتنا الخاصة في فعل الأشياء بيب غورديولا ومانشستر سيتي لدينا طريقة واضحة في اللعب وكما تعلم في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية في رأيي كانوا أفضل أو أحد أفضل ثلاثة فرق في العالم لكن طريقتنا في تحقيق اللعبة مختلفة تماماً كما قلت سابقاً والأهل فريق تنافسي للغاية لقد لعبت أمامهم مبارتين في مصر وتمكنت من رؤية أنهم متمرسون للغاية لديهم لعبون لا يستسلمون أبداً ولقد شاهدنا أيضاً العديد من مبارياتهم هم أقوياء للغاية وسريعون جداً في الهجمات المرتدة وأقوياء أيضاً في خط الوسط ستكون المباراة أمامهم صعبة للغاية وعلينا أن نفكر في مباراة نصف نهائي ونحتاج إلى لعب مباراة جيدة جداً حتى نتمكن من التأهل شكراً سيكاد هلو وحشنا كينو والله كان لعب عظيم في الدولة المصر بصراحة كان مع برامز لعب موهوب جداً أعتقد ده أظن يعني البرازيلي الوحيد اللي هو برازيلي أصلي جيد دولة المصر الوحيد يعني إحنا جاننا برازيليين كتيراً في الدولة المصر في كل الفرق وراحة فيهم كان برازيلي أصلي كلهم كانوا مضروبين لكن ده الوحيد يمكن تقول عليه برازيلي أصلي جيد دولة المصر ترجمة نانسي قنقر